ونذهب في شباك الدنيا هذا اليوم لمقر رئاسة الوزراء في بريطانيا وهو منزل تم بنائه قبل أكثر من 300 عام ويقع بمحاذاة قصر وست مينستر سكن هذا المنزل جميع من شغلوا منصب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة وغادروه بعد أن انتهت مدة حكومتهم ولكن هذا لا ينطبق على القط هاري الذي يسكن المنزل منذ العام 2011 فما هو أصل الحكاية قط يخرج من مقر رئاسة الحكومية في بريطانيا يتسلق نوافذه يجوب الشارع من أمامه هذا ليس قطا عاديا إنه القط لاري ظهر في داونينج ستريت عام 2011 بعد اندلاع ما يسمى فضيحة الفئران لذا تم تعيينه عضوا في أمانة مجلس الوزراء البريطاني بمنصب كبير صائد الفئران شهرته تفوق شهرة قاتني هذا المبنى فهو التقى كبار مسؤولي ورؤساء العالم على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبله الرئيس باراك أوباما لاري الذي دخل مقر رئاسة الوزراء لحل مشكلة الفئران كان مميزا منذ اليوم الأول لدخوله المبنى الكل هنا يعمل لخدمته الموظفون رجال الشرطة حتى الصحفيون القادمون لتغطية أي مؤتمر باتوا من أعز أصدقائه وإلى جانب الترحيب بالزوار لدى لاري مهمات أخرى يتفقد وسائل الحماية للمبنى وقد يجرب متانة الأثاث القديم في الغرف ويختار مكانا لقيلولته اليومية لاري معلم من معالم هذا المقر إذ لم يغادر حدود الداونينغ ستريت مع رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون وزوجته ورافق تريزا مي في كل المطبات وها هو الآن يستعد لاستقبال خلفها ليتقاسم معه مقر رئاسة وزراء المملكة التي كانت لا تغيب عنها الشمس يوما ترجمة نانسي قنقر